وفي ملف التاقة كذلك احتلت روسيا المرتبة الأولى كأكبر مصدر لواردات النفط الصينية العام الماضي فقد اشترت الصين التي تعد أكبر مستوردة للنفط في العالم حجما قياسيا قدره 107 ملايين طن من النفط الخام الروسي في 2023 وهذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها روسيا الموردة الأولى للصين منذ 2018 ويترجم ذلك إلى نحو مليوني ومئة وخمسين ألف برميل يوميا وبلغت قيمة واردات النفط الصينية من روسيا 60 مليار و600 مليون دولار العام الماضي أي ما يعادل متوسط سعر يبلغ حوالي 77 دولارا للبرميل